خرزات عظام سيور خيوط خراق سوداء التمائم ما هي التمائم وكيف تستخدم التمائم هي خرزات او عظام او كتابات او سيور او خيوط او غيرها تعلق في اعناق الصبيان او البيوت او السيارات او غير ذلك ما سبب التسمية ولماذا تستخدم سميت بذلك لان العرب كانوا يعتقدون انها تمام الدواء والشفاء وتستخدم بغرض دفع او رفع البلاء من العين او المرض او الشياطين ومن صور التمائم نظم خرزات او عظام او وداعات في خيط تعليق خرق سوداء على بعض السيارات وضع مصحف صغير داخل علبة وتعليقه على الصدر لبس اسويرة او خيوط في اليد او العضد التمائم انواعها واحكامها النوع الاول ان يكون المعلق من غير القرآن الكريم وهي قسمان الاول شرك اكبر ينافي التوحيد بالكلية كتعليق التمائم التي فيها السعانة بغير الله كالاعتقاد ان هذه التمائم والاحراز تدفع البلاء او ترفعه بذاتها الثاني شرك اصغر وهي التمائم التي يعتقد صاحبها ان لبسها سبب في دفع البلاء او رفعه كالتي يكتب فيها كلام ورموز غير مفهومة قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك النوع الثاني ان يكون المعلق من القرآن الكريم وهذا النوع من التمائم لا يجوز تعليقه لعموم النهي عن استخدام التمائم سدا للذريعة في تساهل باستخدام التمائم حفظا للقرآن الكريم من الامتهان ما الذي يشرع فعله لرفع البلاء او دفعه التوكل على الله وحده قراءة الادعية والاذكار الشرعية